اشتركوا في القناة اولا فلنتذكر معا مساحة المستطيل كما تشاهدون اعزاء التلاميذ الشكل التالي والذي يمثل المستطيل ولحساب مساحته فاننا نقوم بجداء الطول في العرض اي S A تساوي L كبيرة في L صغيرة ثانيا فلنبرهن معا على مساحة متوازي الأضلع لاحظوا معي اعزاء التلاميذ الشكل E J K L والذي يمثل متوازي الأضلع دو القاعدة B والارتفاع H نقوم بقص الجزء الملون وإزاحته إلى الجهة المقابلة لنحصل على شكل جديد وهو M N G K عبارة عن مستطيل إذن يمكننا أن نستنتج مساحة متوازي الأضلع من خلال حساب مساحة المستطيل والتي تعرفنا عليها سابقا الطول في العرض والتي تمثل بالنسبة لمتوازي الأضلع نستنتج إذن أن مساحة متوازي الأضلع هي القاعدة في الارتفاع تالتا مساحة شبه المنحرف لاحظوا معي اعزاء التلاميذ الشكل A B C D الذي يمثل شبه المنحرف دو الارتفاع H والقاعدتين B كبيرة و B صغيرة ننشئ شبه المنحرف آخر مطابق ل A B C D أي له نفس المساحة ونقوم بإزاحته كما تشاهدون لنحصل على شكل جديد A E F D ما هي مساحة هذا الربائي؟ أجل إنه عبارة عن متوازي الأضلع وبالتالي فإن مساحته تساوي الارتفاع في القاعدة أي S تساوي H في B كبيرة زائد B صغيرة ترى ما هي مساحة A B C D؟ نعم إنها نصف مساحة متوازي الأضلع إذن A S' تساوي H في B كبيرة زائد B صغيرة مقصوم على إثنان أي الارتفاع في مجموع القاعدتين على إثنان نستنتج إذن أن مساحة شبه المنحرف هي مجموع القاعدتين في الارتفاع مقصوم على إثنان في آخر هذا الدرس لا يبقى لي أعزاء التلاميذ إلا أن أتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح في أمل اللقاء بكم في درس جديد إن شاء الله